اشتركوا في القناة يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفا عزيزا على قلوبنا له أحباب كثر في الربوع الإثيوبية تكونت علاقاته بنسيج مجتمعي امتد لعشرات السنين يحدثنا عن نفسه ونرحب به بين أهله وإخوانه وأبنائه ضيفنا العزيز السيد أو المهندس سيد عواض حياك الله مهندسنا الكريم والله يبارك فيك أستاذ محمد تحياتي وسعدنا بتواجدك بيننا نعم مرحبا بك في هذه النافذة الحوارية والله يا أخي أنا أقول لك أنا جدا سعيد جدا بوجودي معاكم هنا وهذا المجال كنا نتمنىه يعني من قبل كده لكن الحمد لله وأنا بأمانة بحكم أنه في هذه الأشياء بشكرك لأنه يعني بالنسبة لنا أو في المجال أنت جديد لكن تطرقت لنقطة مهمة جدا جدا هي كانت أنا أفتكر مفقودة في الميديا سوى أن السوداني أو الأسيوبي في يعني إظهار العلاقات الفعلا الحقيقية ما بين أنا ما أقول أنا نحن أخوان يعني أنا ما يعني حتى لو قلنا شالوا الحدود ما في حدود أنا بأفتكر أنه نحن نتكلم كشعب واحد فأشكرك أستاذ محمد على هذه الفرصة شكرا لك وهذا أقل واجب يعني نقدمه لهذه الشعوب التي تنتظر مننا الكثير أشكرك على هذا الكلام الطيب يا مهندس سيد لو تحدث المشاهدين قبل أن نواصل حديثنا الشيق معك يعني في الحقيقة كنا نتحدث مع المهندس سيد عواض عن كثير من الأواصر وكثير من العلاقات التي عايشها مع أفراد وشخصيات من البلدين في بلده الثاني بل وفي بلده الأصلي يعني نعتبره تعايش مع هذه الشخصيات ويعني كون مخزونا تاريخيا كنا نتحدث حوله وندندن حوله قبل بداية هذه الحلقة لو تضع المشاهدين يعني في قبل أن نتطرق يعني لهذه العلاقات نريدك أن تحدثنا عن نفسك وتحدث المشاهدين من هو المهندس سيد عواض طيب شكرا أستاذ محمد أنا الحقيقة مهندس سيد علي أحمد عواض أسيوبي سوداني سوداني أسيوبي يعني في الاثنين ما نقدر فالحقيقة أنا جيت قبل فترة طويلة هنا وكان جيت أساسا مع وفد من قطر وكان سبب وجوده ورجوعي لأدس هو شخص أخ عزيز كريم أنا أتعرف سويا في ظرفي 15 يوم أسيوبي اسمه وأخونا عدباباي رجل أعمال هو كان سبب بأنه أنا أكون موجود الفترة دي كلها في أسيوبيا عزمني أنا سنة أنا قاعد في بيته قاعد في مكتبه لمعرفة بتاعت 15 يوم فقط هذه كانت بدايتي مع البلد بلدي أسيوبيا والحمد لله بدأنا في الشغل ونفزنا في المجال الهندسي مشاريع كثيرة جدا مع الطرق وبنا يعني قدرت أبني فعلا علاقات جميلة جدا أنا لا أبالغ إذا قلت أنني يعني 14 سنة أنا ما قعدت في السودان بعد التخرج يعني علاقاتي هي علاقات أسرية يعني والكل يعرفني ما في حد ما يعرفني بأسيوبيا الحمد لله من كل الجهاد بحكم المعاملة الطيبة اللي قيناها من أخواننا أنا عندي أسر هنا بأمانة أنا أسافر يسألوا عني عندي أخوات عندي أخوان عندي بنات عندي أولاد يعني لما الواحد يقول لك يا أبوي أو يا عمي أنا أفتكر دي مرحلة بتاعت أكثر من أسره فلكن أنا أفتكر بأنه هذا الشيء ما بين السوداني والأسيوبي شيء عادي مفروض يكون شيء عادي يعني يكونك تقول لك عمي للسوداني أو عمتي للأسيوبية أنا أفتكر بحكم العلاقة ده مفروض يكون موجود وده أساسنا ما بين السودانيين والأسيوبيين الجنس الوحيد الدولة يعني الناس تفكر بأنه في أفريقيا تدخل من ناحية السحنة من ناحية العادات من ناحية التمازج من ناحية التاريخ يعني بتكلم عن السبق بتتكلم عن كوش ونحن نهاية نكوش سبق خاصة النوبة النوبيين في شمال السودان والتاريخ يزبط بأنه النوبيين هم أساس السودان فبالتالي السيوبيا والسودان هي في النهاية بالنسبة لأنها دولة واحدة وهذه هي حسب ما نراه وربما أنت أعلم مني أنت 14 سنة تقريبا مهندسي أنت تعلم بأن هناك الكثير من المشاعر المتبادلة بمثل هذا الكلام الطيب الذي تفضلت به لدى الإثيوبيين هذه هي عقيدة الإثيوبيين جمعاء طيب نبغى نوجه عتاب لزميلنا والأستاذ جمال بشير أحمد هو كان من المقرر أن يكون معنا في حلقة اليوم طبعا هو ما شاء الله يترجم هناك أبغاك توجه له عتاب شديد هذا الأستاذ جمال يعني هو مشغول بالترجمة أنا عشان أخرت الموعد في هذا الوقت على أساسي أنسق الوقت أبغاك توجه له عتاب لأستاذ جمال بشير والله يا أستاذ جمال يعني تقديرنا لمشغولياتك وكذا لكن في صوت لوم لازم نواجه لك صوت لوم الآن أنا أفتكر الوقت الحالي ده والموضوع اللي يعني بنتكلم فيه هو موضوع مهم موضوع زمني حالي موضوع يعني بمس أشياء كثيرة جدا جدا فبالتالي يعني في صوت لوم موجه لك يا أستاذ جمال الله يعطيك العافية ونيابة عنه إن شاء الله عذرنا لك ولمشاهدين الكرام لعله إن شاء الله الأستاذ جمال يكون معنا في حلقات قادمة إن شاء الله طيب مهندس سيد نبدأ بإذن الله حول العلاقات التي بين البلدين سواء على الصعيد الشعبي على الصعيد السياسي نبدأ بتسليط الضوء على أهم ما يميز هذه العلاقات على الأقل يعني في الفترات التي عايشناها أو عايشتها أنت بحكم يعني تعمقك في معرفتك بالبلدين وسياساتهما وكذلك عاداتهما وتقاليتهما الحقيقة باللزبة للعلاقات أنا أفتكر يعني حتى في قبل كده تكونت لجان واسمها وبعدين عندنا برضا اسمها أفتكر الصداغة الشعبية ما بين أسيوبيا والسودان دي لجان تكونت الحقيقة مش لتطوير لأنه لما نقول تطوير معناه في شيء يعني بعدين يطور العلاقة موجودة لكن لإبراز الوجه الحقيقي للعلاقة فعلا ما بين السودان وأسيوبيا يعني في أشياء يعني العلاقات بتاعتنا مبنية على أولا على العادات والتقاليد على الازدواجية على الشكل على اللون وزي ما أنا ذكرت قبل شوية الآن أستاذ محمد لو راحل في الخرطوم لو تكلم أسيوبي ما حيقوله لا يقولك أنت سوداني أنا سيد فعلا حتى بواجه كثير جدا لما نكون مش بالعمة لكن بالبنطلون والقميص فما بصدقوا أنه أنا يعني سوداني فهل يعني هذا التمازج هذا الشيء اللي يوصل بالنظر يعني هل يوقع أنه نحن يعني ننفي أنه فعلا فعلا هي علاقات موجودة علاقات جزرية ونحن التاريخ بيثبت الآن في منطقة ماروي اللي هي منطقة تاريخية عندنا في سودان التاريخ أثبت أنه في علاقة ما بمملكة سبا ما بين الكوش والمنطقة هذه أو تقريبا أفريقيا عامة لكن أسيوبيا هي الأقرب بالنسبة لنا ثانيا علاقات العلاقات الأساسية ما ظهر برضو العلاقات ما بين الحدود ما بين القضارف ما كسلة مع قندر مع المناطق دي هناك يعني أشياء لا يتخيلها الإنسان من علاقات من تجارة ومن زواج ومن اندماج بالنسبة للناس زول يعني مثلا في فصل السمسم حصاد السمسم المزارع السوداني يعتمد على الأسيوبيين في حصاده وهم بيكونوا أنت لما يكونوا موجودين ما بيكتر تفرق ما بين السوداني والأسيوبي بهذا ويعني نحن بالنسبة لنا العلاقات دي السوداني يعني ما بيحس أنه هو مشى دولة ثانية بيحس أنه في دولته ما بين أهله بأمانة أنا أقوله بأنه يعني فيه إحساس نفسي يعني طبيعي أنه والله هذه البلدنا الأسيوبي هو السوداني والسوداني هو الأسيوبي لكن زي ما أنا ذكرته وقبل شوية تكلمته بنفتكر بأنه يعني الإعلام ما بين الدولتين مقصرة في المجال إظهار العلاقة الحقيقية ما بين الشعبين دي حقيقة ونتمنى أنه نوع القصور مهندس سيد نوع القصور بمعنى مثلا يعني زي ما ذكرت أنا قبل شوية رحمة الله عليه أستاذ محمد وردي هو فنان أفريقيا لكن لما نتوفر رحمة الله عليه أنا كنت موجود هنا وعملنا تأبين هنا وجانا الفنان المشهور والأستاذ محمود أحمد من أمريكا عشان يشارك فيه تأبين صاحبه لأنه كان دفعته وتاني برضو فيه فنانين واثنين ثلاثة برضو من العاصره أنا لما نجيت سنة 2006 أول وصية كانت للمرحوم وردي إنه أنا أمشي أقابل تلاهم وهو كان جالس في المجلس على الكرسي يعني فهذه العلاقات ليه الإعلام مثلا ما برز هذا الشيء هذه الأشياء يعني تحصل اجتماعات تحصل مناقشات يعني قبل كده حصل اجتماع بتطوير التجارة ما بين السودان وما السيوبيا كنا في الصالة وناقشنا الكثير لكن بعد ما طلعنا مفروض الإعلام يحط يسلط الضوء يسلط الضوء على الأشياء التمى بصورة يعني أكبر ثانيا أنا ذكرت بأنه أنا لي محاولات من 2009 إنه يكون في تبادل ما بين القنوات حتى حاولنا نجيب قناة هنا على أساس أنه يكون في بس مثلا ثلاثة أربع ساعات من السودان لهنا ومن هنا للسودان على أساس أنه نحن عندنا حوالي تقريبا أربع لخمسة مليون أسيوبي وأنا متأكد بأن الأشيوبيين في السودان أبدا لا يحسوا بأنهم هم خارج بلدهم ودي حقيقة نقولها ونحسها مع بعض نعم طيب أنت تحدثت أيضا عن مسيرة سنتطرق إلى هذه العلاقات أيضا قبل أن نتطرق إليها نريد أن نتناول هذه الصور التي أبرزتها لنا وهذه المستندات والأعمال التي تقوم بها بين البلدين نريد أن نبرزها للمشاهدين مشاهدين الكرام نشاهد هذه الصور في هذه المادة ثم نعود لاستكمال الحوار فابقوا معنا نعم رائعن الأرجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ما الأعمال التي كنتم ربطتكم ما هي جهودكم التجارية في أثيوبيا وما هي أبرز ما وقفت عليه مما يعزز العلاقات التجارية بين أثيوبيا والسودان والله سؤال جميل جدا جدا يعني يمكن الكلام تبعنا هذا الكلام اللي بقوله يثبت للمشاهد ماذا فعلا إحساسنا بأن أثيوبيا هي بلدنا أنا بحكم علاقاتي الحمد لله في الخليج وعلاقاتنا في أوروبا وكذا بحكم العمل وكذا جيت أثيوبيا أثيوبيا بلد نامي لما جينا يعني وأنا يعني بالنقطة دي الحقيقة أقدر بأمانة أقدر مجهود الحكومة أو الحكومات اللي هي قدرة تطور أثيوبيا أو أديس أثيوبيا من 2012 لحد الآن هذا التطور برضو ما مغطى برضو الميديا أنا أتكر يعني أنا عشت في دبي وعشت تطور دبي من 80 لحد 2000 التطور الآن العمراني الانفارس ركشر الطرق الكهرباء مع نسبة الناس بتكلم عن أكثر من 100 مليون أنا بأمانة يعني أشكر الحكومة بأنها فعلا قامت باستراتيجية واضحة الخطة الخمسية تتنفس في وكدة فأنا لا أنسى هذا الشيء على أساس أنه فعلا في تطور في شيء ما يشي لي قدام البلد الحمد لله ما يشي لي قدام بصورة كويسة جدا جدا فالنقطة دي نرجع للهو السؤال بتاعك نعم عن هذه الصور وهذه الشخصيات والعلاقات التجارية التي آيشتها أنت هنا أنا الحقيقة يمكن كعود معروف في جهاز الاستثمار كان بداية كانت صعبة شوية اللي هي بأنه أسيوبيا كدولة أفريقية للأسف يعني وأنا قلت الكلام ذا كثير أنه الدول الثانية بتفتكر أن أفريقيا هذه هي بلد تعبانة وأنا عكس هذا أفريقيا فيها عقول أفريقيا هي سلة غزاء العالم بعد ذلك ألفين سنة كل البلاد انتهت فكان من الصعب أنه أنا أقنع الشركات أنها تدخل أسيوبيا ليه يقول لك يا أخي دولة أفريقية كنت بأنا يعني مبسوط جدا من السيستم بتاع الحكومة هنا الحقيقة بأمانة التاكسيشن الريفينيو احترام الأسيوبي للقوانين وهذه من الأسباب اللي فعلا أدت إلى تطوير هذا البلد هذا مهم جدا جدا يعني أفريقيا كلها بلاد فيها خيرات لكن أسيوبي أفتكر مشت خطوات الكبيرة هذه لاحترام الشخص الأسيوبي أفتكر منظم مرتب أنيق يهتم بهندمته يهتم بعمله فهذه أنا أفتكر نقطة مهمة جدا فزي ما قلت بديت أقنع الناس وفعلا يعني أنا تقريبا دخلت حوالي 13-14 شركة الآن موجودة في أسيوبيا في أي مجال تعمل؟ كانت في مجال حفر الآبار في مجال الكونستركشن في مجال الكهرباء في مجال الشركة مثلا عندك شركة كينانا الأسيوبية السعودية السودانية بشغال الآن في القسم الهندسي اللي هي بتشتغل في تاهيل أو تطوير مصانع السكر اللي هي إن شاء الله 2015 دي من الشركات الكبيرة دخلناها وكان لدينا دور كبير في هذه الأشياء وأنا الحقيقة في هذه النقطة أود أن أشكر كل جهاز الاستثمار يحققوني وعلى رأسهم أنا طبعا عاصرت أكثر من مدير من محمد سيد وكذا لكن آخر واحد كان اللي هو ميستر تيكا اللي هو الكامل البروموشن يعني يوم من الأيام جونا ضيوف يوم السبت وهم مسافرين يوم الأحد وأصروا إنه يقابلوا البروموشن وفد سعودي فاتصلت فيه في البيت يعني أنا ما صدقت قال لي يا سيد نصف ساعة بكون في المكتب ستردير اللي هو يوم السبت هو يوم راحت فلما نجينا وجماعة يعني اتكلمت معهم قال لي يا سيد هذا الواجب قال لي أنا ما عملت لك شيء هذا الواجب أنا بقدمه تجاه وطني أنا يعني قدرت هذا الشيء بأمانة كثيرة جدا جدا ولا أنسى اللي هي الرئيسة الجسم الرخص سبلة اللي هي فعلا في كل وقت يعني كل ما نحن نجيب أجنبي يجيفوا معهم يسعدوهم يوروهم فأنا أشكرهم جزيلا شكر بأمانة وأشكر عرضه برضو الريفينيو بالمناسبة أنا أحضر كل اجتماعات الريفينيو حتى حضرت مع رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد واتكلمت معاه ووريته بأنه لازم تكون في جلسات مع الأجانب لمناقشة بعض الأمور الهامة بالنسبة لهم يعرفون جيد جدا لأنه بناقش بحاول أستفسر بحاول أقول له يا أخوان بعض القوانين غير واضحة في بعض الأشياء كيف كان تجاوب بخامة الرئيس؟ والله يعني أقول لك يعني كان يعني بكل أمانة قال لي أخو نحن الموضوع ده حتى كانت الوزيرة معاه وزيرة الريفينيو كانت معاه في الاجتماع وليقيت منه ترحاب شديد جدا جدا ولأنه نحن كجهة تطوير وكذا بنفتكر بينه نحن مشكلتنا تكنولوجيا مشكلتنا عملة صعبة وهذا تركيز يعني القيادة في الفترة الحالية وهذه رؤية فخامة الرئيس الدكتور أبي أحمد أن يدعم ويعزز التكنولوجيا في بلادنا في هذه المرحلة هناك اتجاه كبير نحو هذه المسارات التجارية التي تخدم البلد طيب مهندس سيد تحدثت عن هذه العلاقات ومدى عمقها بين إثيوبيا والسودان حتى أن كثيرا من الأخوة منهم زميلا العزيز حالي يحيا كثير يعني يتحدثون إثيو سودان بهذه المصطلحات إثيوبيا أخت بلادي وكذلك يعني الكثير من المصطلحات التي تجسد مشاعر الشعوب هناك لا ننكر أن هناك بعض يعني نقول أن هناك بعض الممارسات أو بعض الأحداث في الحدود هذه الأحداث بغض النظر عن دوافعها هل كانت لتستحق ما هي عليه الآن وهل عجز الحوار فعلا حتى لجأنا إلى مثل بعض يعني الاشتباكات أو اخترنا الخيارات العسكرية ألم يكن الحوار بحكمة السودان وبحكمة إثيوبيا وبحكمة الأفارقة بشكل عام قادرا على أن يحل المشكلة قبل أن تتفاقم إلى هذا الأمر أو إلى هذا الحد والله هذا سؤال مهم وأنا قبل ما أدخل في السؤال هذا يعني أحب أوجه شكر لرئيس الوزراء دكتور ابق أحمد لأنه كان في آخر اجتماع في الأفريكان يونيون أنه نادى بالوحدة ويمكن الحاجات الطلعت أنه تكون في وحدة مرحلية ما بين السودان والسيوبيا واريتريا وأفتكر الصومال وكذا أرحى مرحلية وجيبوتي فأنا أفتكر دي كانت يعني دي نقطة مهمة جدا جدا وهذا المفروض يتم في أفريقيا الاتحاد اليونيتي عامة لكن لازم تبدأ مرحلة لأن نقطة بتاعتك أنا كشخص موجود في أسيوبيا الفترة دي كلها بحكم علاقاتي لا كنت أتوقع في يوم من الأيام أنه يحصل نزاع نعم يحصل خلاف ما في مشكلة لكن النزاع ما مفروض يصل للمراحل اللي وصلت له الآن بغض النظر زي ما قلنا عن الأزمار من المخطئ أو المصاد فأنا أفتكر بأمانة يعني ليس مجاملة ولا للسودان ولا للأسيوبيا أنا على حسب ما نعيشه فعليا ما نعيشه يعني يختلف عما نراه الآن يختلف كليا وأنا أقولها بصراحة أنه يختلف كليا وأنا أحس أنه هناك يعني يعني في حاجة غير مفهومة أنا بالنسبة كشخص عايش في بلدي هنا سيوبيا أفتكر أنه في حاجة ما ما مفهومة لكن أين هي ما مش معروفة نرجع بأنه مهما تحصل الخلافات والخلافات ممكن تحصل في الأسرة ممكن تحصل في أي حاجة لكن هناك قنوات سلمية تحكمها العلاقة ما بين البلدين الشعبين يقعدوا مع بعض الشعبين يقعدوا مع بعض يحلوا مشاكلهم بصورة استنادا للارتباطات الموجودة أنا لا أتخيل في يوم من الأيام أنه يكون في منازعات أو لا قدر الله حاجات ما بين أسيوبية وبالسودان سيظل الشعب السوداني والشعب الأسيوبية هم شعب واحد جدا سيظل مهما يحصل فأنا الحقيقة أنا أوجه رسالة للحكومتين بحكم العلاقة وبحكم وجودنا هنا وبحكم العلاقة الفعلا الوطيدة أن الناس تجلس وتشوف تحل المشكلة بطريقة سلمية بطريقة ودية بطريقة أهلية بطريقة عائلية بطريقة أسرية فأنا أتمنى أن هذه الأمور لأن شعورنا وشعور الأسيوبيين يعني اليوم الأسيوبيين ماشيين والسودانيين جايين عادي في المطار ماشيين وجايين ومبسوطين ما في شي يعني وأنا أضم أيضا صوتي وصوت الأسيوبيين إلى هذا النداء وهذه المناشدة من شخص كريم المنتسب لوطن كريم وهو السودان نقول أن الحوار هو الحل لكافة خلافاتنا لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بالحوار ينبغي أن نقضع للحوار ونغلب مصالح الشعوب ومصالح هذه المنطقة الدخول في الحروب ليس كالخروج منها قد يعني يسهل على البعض أن يدخل ويخوض حروبا متعددة لكن ليس من السهولة أن تخرج منها وينبغي أن نراعي الأجيال وهذه العلاقات التي توططت في الحقيقة يعني على مدار القرون الماضية هذا نداء أيضا من الإثيوبيين مهندس سيد دهمنا الوقت في هذه وقات الدقائق المتبقيات أود أن أسألك سؤالين السؤال الأول هل تجد أنت قلت لي أنه يعني في حاجة غير مفهومة أنا أقول لك يعني حتى لا يفهمني البعض خطأا لا أقول أن هناك من يدفع السودان عن نفسي أقول أن هناك من يريد أن يستفيد من هذه الأزمة وكثير من السودانيين تحدثوا عن ذلك نعم هناك من يريد أن يستفيد طبعا أن يسمح السودان أو لا يسمح بذلك هذا أمر آخر لكن نقول هل هناك أطراف تريد أن تستفيد من هذه الأزمة وتستغل لها لقضايا وأجندات أخرى وما هي هذه الأهداف لو علمت عنها طيب أنا الحقيقة يمكن بداية النقطة أن تستغل يعني من دون الصدف الآن من هو رئيس الوزراء السوداني هو الدكتور عمدوك والذي كان معنا وصاحبنا وأخ عزيز نفتخر به كان إنسان لامع جدا كان في أسيوبيا في أديسا بابا وكانت عنده علاقات يمكن أكثر مننا مع الحكومة ومع الوزراء هذا الشخص يعني من هنا مشى على السودان ونحن لا ننسى وقفة أسيوبيا في الثورة السودانية هذه لا حد يقدر ينكرها نحن لا ننسى عندما بكى الأسيوبي في توقيع الاتفاقية والسلام هذه لا ننسى إطلاقا فنرجع للسؤال بتاعك بإنه فعلا في جهات ممكن تعمل مشاكل عشان تستازم ما بقوله تستاصل مع العكر لكن نحن لازم نكون واعين نتصدى لهم لازم الحكومة السودانية الحكومة الأسيوبية زي ما كانوا يكونوا مع بعض ويحلوا مشاكلهم يجوا أو يمشوا يقعدوا مع بعض يشوفوا الحل لأنه زي ما ذكرت أستاذ محمد دخول الحرب هايين لكن الخروج منهم ولا أنا أفتكر بأنه واحد سوداني ممكن يضرب أسيوبي أو أسيوبي يضرب السودان هذه لا تحصل بالعلاقات العملية الموجودة الآن فبرضو نكرر مرتان زي ما قلنا يعني العلاقات الموجودة ونحن نحب نطور العلاقات ونتمنى أنه يعني في فترة قريبة أنه كل الأمور تتحلى ويتفتح الحدود ما بين أسيوبي والسودان لتبادل التجاري وتبادل الثقافي الثقافة الفنية الأسيوبية والسودانية هي عبارة عن تغمودة جابها لها بعد الحدود يعني الفنان سيد خليفة الفنان محمد وردي الفنان نحن نعرف من إليك الفنان بنعرف الفنانين الأسيوبيين يعني تري آفرو الآن لما نمشي الخرطوم شعبيته أكثر من أسيوبيا وكذلك أيضا علي برة هو يغني باللغة العربية ويتحدث عن السودان ويقول أنه كان في السودان وعايش أهل السودان طيب مهندس سيد في ظل من يريد يعني أن يمزق هذه العلاقات لأهداف معينة أيا كانت هذه الأهداف نحن كشعوب نراهن على حكمة القيادتين وأنا أشكر لك هذا الوفاء وهذا ليس غريبا على أهل السودان لا نستغرب ذلك أنتم أهل الوفاء حينما تتحدثون عن هذه المآثر لأنكم أهل الوفاء وأهل معدن طيب وهذا ما تعلمناه يعني من السودانيين الذين كانوا أساتذة لنا وتعلمنا على أيديهم ولازمنا نعترف بفضلهم حتى الآن القيادة العليا تحدثت في أكثر من محفل أيضا للسودان دور عظيم في أثيوبيا في كل المجالات الإيجابية التي كانت السودان حاضرة فيها بقوة لا زال الامتنان من الشعب الأثيوبي للسودانيين كبيرا وكذلك من القيادة أخطاء تحدث نحن نعول أيضا على توفيق الله يعني أن تتصالح هذه القيادات بشكل يغلب مصالح الشعوب بشكل جيد مهندس سيد ربما لاحظت معي أن هناك من يريد أن يتطرق إلى الشؤون الداخلية طبعا أنا شخصيا وربما لا يخفى على الكثيرين رصدت يعني الكثير من الأسماء والمعرفات في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والتي تنتحل شخصية الجنسيات الثلاث التي بينها قضية سد النهضة إثيوبيا السودان مصر ينتحلون الشخصيات لبث بعض الأخبار بطرق ملتوية وبطرق كبيرة يعني منتشرة جدا وربما لا يعي كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نعم هناك من يخرج ويصرح ببعض التصريحات عبر وسائل الإعلام وجنسيته معروفة وتوجهاته معروفة لا نتحدث في ذلك لأن الفرد لا يمثل إلا إذا كان جهة معينة لا يمثل الأغلبية كل يعبر عن رأيه لكن ما سر من يتطرق لبعض القوميات والشؤون الداخلية ربما رصدت أيضا من يقول أن هذه العرقية يعني في القضايا الحدودية مثلا يتحدثون عن عرقية الأمهرة ومن قبلها يتحدثون عن عرقية التقراء أنت تعرف يعني النسيج الاجتماعي في أثيوبيا المكونات العرقية في أثيوبيا ما سر هذه المحاولات استخدام بأسماء وهمية وانتحال لصفات أو جنسيات أخرى غير الجنسية الأصلية واتهام بعض القوميات والعرقيات في أثيوبيا والتدخل في الشؤون الداخلية سواء في السودان أو أثيوبيا أو مصر طيب شكرا الحقيقة بالنسبة للعرقيات والقبائل يعني أدي مثل أنه أي واحد سوداني في السودان عندنا حوالي أربعة أو خمسة مليون أثيوبي يقول لك أثيوبي لا يعرف أي شيء عن أي قبائل ولا عندنا قبلية زي ما أي واحد أثيوبي يكون في السودان أو سوداني يجينا يقول لك سوداني يعني مثلا أنا نوبي وهذا الشايق وهذا جعل هذه أشياء ما مذكورة بالنسبة ولا معروفة بالنسبة لنا كشعوب أو ما فيه في عقولنا إنه والله يا أخي هذا من العرق الفلان أو العرق الفلاني السوبيا من الدول المعروفة فيها التجانس خلي العرقيات أو القبائل فيها التجانس المسيحي الإسلامي بصورة يعني ملفتة شديدة جدا جدا أنا في ناس موجودين معي يمكن بعد فترة عارف إنه هل هو مسلم ولا مسيحي بقدر ما هم مجانس مع بعض وكذا وخاصة في بعض الأسامة متشابها فبالتالي العرقيات هذه يعني أنا أفتكر يعني ذكر العرقيات أول بالكتابة بالنيابة عن عرق أو آخر هذه يعني غير مرغوبة وغير مطلوبة وغير صحيحة والشخص اللي بيكتب عن عرق يبقى يعني عنده هدف غير لأنه أنا أتكلم عن أسيوبيا أسيوبيا تتكلم عن السودان نحن نتكلم عن السودان وعن أسيوبيا هذه قبائل موجودة أفريقيا كلها عبارة عن قبائل أفريقيا كلها ما في دولة في أفريقيا فيها أقل من 13 قبيلة ما في على حسب معرفته أقل دولة فيها 13 قبيلة وكم لغة من اللغات لكن يعني نحن مثلا في السودان نعرف الفنان مثلا تيدي أفريق لكن صدقني أسأل أي واحد سوداني ولا أنا يسأل لي هل هو أمهراء أو العرق لا أدري يعني في الخارج لا يفرقون لا أدري ولا السودان يدري يعرف تيدي أفريق الفنان العظيم الأسيوبي زي ما قلت لك محمد وردي الفنان إحنا عم بقول لك أن محمد وردي النوبي في النوبة في الشمال معروف في السودان لكن هنا ما يعني بالنسبة لها فنان أسيوبيا وزي ما أنا ذكرت الحقيقة يعني أنا أفتكر تناغم وانسجام الشعب الأسيوبي مع وردي برحمة الله عليه بقدر ما هو قدم من أشياء جميلة أنا أفتكر العلاقة فيه علاقة الدم وأنا زي ما ذكرت في البداية أنا لما نجيت فيه واحد كان يعني أسيوبي كبير في العمر وقابلته وذكر لي بأنه هناك علاقة دم ما بين الأسيوبيا والسودان لأنه في فترة من الفترات لما كانت زمان من مصر وانت طالع ما في السودان بسموها أرض الحبشة عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فبيقول فيه فترات كده فيه عكام من الحبشة حكموا هذه المنطقة والدليل على كده هو ما يثبته التاريخ الآن في مراوي بأنه كوش متكلم عن سبق هناك حفريات تثبت عن علاقة سبق حفريات تثبت عن كوش فهذه الأشياء يعني الناس يبقى العلاقة الودة اللي ما بين الأسيوبيين والسودان ليس عن فراغ ليس عن فراغ بأمانة يعني أنا أقولها ثانيا من ناحية زي ما ذكرت قبل شوية اللون الشكل الطبع ما في دولة يعني لأي دولة تانية لو فيه شخص في البلد بتعرف أنه والله ده جنس تاني لكن فرقني أنت لما تخش السودان أو تخش السيوب لو ما تكلمت يعني لو ما تكلمت سوداني أقدر أنا بأمانة أقولها بأمانة وأشكر كل الجهات أنا يوم ما ألبس العمة هذه وامشي في السيارة فوالله ما في رجل شرطة وإلا يعظمني لو عملت غلطة بسيطة يقول لي يا أخي سوداني أوك فأنا يعني دي أنا أفتكر أنا لا أنكر هذا الشيء يبقى أنا لما عايش في بلد بي بي بحكم هذه العلاقة وهذا الطبا وهذا المعاملة وما نتشرف به أيوة فأنا لما تحصل حاجة زي لي أفاجأ ليه ما نحل نحنا مشاكلنا بالطريقة نحنا عايشين فيها يعني أنا قاعد معي في البيت أثنين ثلاثة أسيوبيين بيكونوا قاعدين أنا قاعدين ليل نهار أنا ما عندي أسرة تانا غير الأسيوبيين وهم أهلي هنا ويعرفوني وأنا أقول لك بحكم برضو يعني علاقاتي الاجتماعية مع كل الجهات مع كل الناس الكبار احترام وتقدير يعني بأمانة لا يعني شوف لكل قاعدة انشواز لكل قاعدة انشواز لكن احنا نتكلم عن الأغلبية عن الواقع اللي أنا عايشه هل أنا عايش محترم نعم هل عايش مقدر نعم هل بيحبون انت حت الناس يحبوك زهل يقولك يا زهل سوداني خلاص يعني هذه الأشياء أنا لما نكون عايشة في بلد فاسيوبيا وفي فترة بتاعت ما يوم يومين سنة سنتين 14-15 سنة وكل ما استمرت الفترة يعني أنا كان اذكر كان الوقت ذاك أخونا أنور كان في اللزاعة وسجلنا فنانين سودانيين أغاني كثيرة جدا جدا من هنا نحن موجودين يا أخونا أنور يعني نذكروا بالخير فراجل برضو يعني معرفة وصديق برضو حاول أنه يعمل بعض الأشياء على أساس النهاية تكون في زي ما بقولوا الدبلوماسية الشعبية الدبلوماسية الشعبية مهمة جدا جدا بمعنى التبادل الثقافي التبادل الرياضي التبادل الفني هو اللواء كله ممكن يكون في الثقافة الأشياء هذه كانت في فترة من الفترات ما الشكل شديد الفرنانين السوداني يجور الفرنانين من هنا يمشي هناك الفرقة الأسيوبية تمشي على السودان الفرقة السودانية تجي حاولنا كثير يعني نحن وفعلا نشتغلنا فيها كثير جدا جدا إيش الاختراحات لو بشكل مختصر نعم يعني إيش أهم الخطوات اللي ينبغي القيام بها للتأثير على المشهد المتوتر الآن في بعض الجوانب في الحدود خاصة وفي قضية سد النهضة إيش اللي تشوفوا يعني الخطوات اللي يتبعوها الآن لأجل إعادة الأمور إلى نصابها من خلال التفاهم والتبادل التجاري طبعا تحدثت عنه بما يتعلق بين الشعبين مثل هذه الزيارات المتبادلة على أي صعيد وما هي الخطوات التي تراها مناسبة لاحتواء مثل هذه الأزمات ويعني توعية الشعوب بحقيقة ما يدور نعم شكرا الحقيقة يعني زي ما ذكرت التبادل بمعنى تبادل لما تكون في أبواب بتاع التجارة مفتوحة ما بين الدولتين وزي ما قلت هناك تجارة كبيرة جدا جدا في الحدود مع بين القضارف وكسلة يعني أنت كسلة بتمشي بتلقى الأسيوبي بايع يشتغل ما بتعرفه أنت هل هو سودان ولا الأسيوبي طيب تطوير العلاقات أنا أفتكر في فكرة بتاعت منطقة حرة في القلابات على حسب ما أعرف من الحكومة أو بتاع تطوير العلاقات وفتح الأبواب أتمنى أنه تطوير العلاقات بمعنى فتح الحدود بالنسبة للمنتجات يعني هل هناك منتجات في أسيوبيا يعني تفيض عن الحوجة في فترة من الفترات في حين أنها هي مغير موجودة في السودان والعكس هو الصحيح هناك منتجات يعني عندنا نحن مثلا كمثلا البصل السوداني بيجي في فترة طويلة جدا جدا هناك ففتح هذه الأبواب بتاعت التجارة دي مهمة جدا جدا اللي هي نحن دايرين احتكاك الشعب احتكاك الأمة مع بعض هي اللي بتزيل هذه الأشياء حتى لو في أي مشكلة حصلت هي اللي هي القاعدة القاعدة بالنسبة للحكومات هي الشعب فلما يكون في تلاحم وفي تفاهم ما بين الشعوب أنا أتكر دور مهمة الحاجة الثانية التبادل الثقافي وأنا أدعو كل الجهات المعنية وعلى رأسها برايم ميديا على أساس أنه فعلا تحاول تطور العلاقات الإعلامية اللي هي الميديا بقيت حاجة حساسة الآن هي اللي بتحرك كل الأشياء سواء كويسة منها أو ما كويسة منها وتوضيح الحقائق سلاح دو حدين فلازم الميديا هي لها دور كبير نتمنى أن يكون في تعاون وما بين برايم ميديا وأنا من جانبي زي ما ذكرت قبل شيء ممكن أساعد بحكم علاقاتي في فتح الأبواب على أساس أنه الأمور توضح ليه الشعب السودان والشعب الثقافي ثانيا بالنسبة ليه اللي هي الفرقة الفنية ودي مهمة جدا جدا الفرقة الشعبية الفنية مشاركة في المناسبات السودانية في الأعياد وكذا مشاركة الفرقة السودانية في المناسبات الأسيوبية دي مهمة جدا أنا يعني لا أنسى يعني لما الفنان سودان يجي وانت تكون قاعد رد فعل الأسيوب يعني الحقيقة ما أقدر أشرح لك خليك أنت زاتك أنت تتحرك أنا السوداني خلينا أتحرك بموسيقتي فده يدول أنه في علاقة هي ينبغي أن تتجسد على أرض الواقع بمثل ما تفضلت وغيرها من هذه العلاقات التي يمكن تكوينها وتعزيزها على الأساس لأنها علاقات متجذرة في عمق التاريخ مهندس سيد الحديث معك ذو شجون الحديث معك لا يمل في الحقيقة بحديثك الشيق أمتعتنا وقدمت لنا الكثير من الإضاءات التي نعتز بها نتمنى في الحقيقة أن نراك مجددا نشكرك ونحن نضم صوتنا إلى صوتك في مثل هذه المطالبات من ناحية تعزيز الدبلوماسية الشعبية وغيرها من القضايا التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين نشكرك ونتمنى أن نلقاك مجددا مشاهدين الكرام إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكر ضيفنا العزيز المهندس سيد عواض رجل الأعمال المقيم في أثيوبيا والسودان وطنيه الأم نشكر له حضوره معنا كما نشكركم على حسن متابعتكم حتى ألقاكم في حلقة مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة